السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برعايت بلايلي هل تعرض أنت دولر لمؤامرة في مباراة الجزائر والنيجر تعالوا مع بعض نشوف شو صحة هذا الخبر أتمنى من أخوان واخواتي وضع اللايك والاشتراك في القناة طبعا هذا الموقع هذا اسمه العين تعالوا نشوف شو بحكي هاجمت الجماهير الجزائرية النجم يوسف بلايلي وذلك على خلفية إداءه المريب خلال المواجهة أمام النيجر ضمن تصفية أمم إفريقيا وكان بطل إفريقيا في مناسبتين حقق فوزا صعبا أمام نذيره النيجر 2-1 خلال المواجهة المندرجة ضمن الجولة الثالثة من تصفية كأس أمم إفريقيا كوتدفار 2023 وبات منتخب الجزائر على بعد خطوة واحدة من حسن بطاقة الترشح للنسخة المقبلة من المسابقة الأبرز في القارة التي ستحتضنها كوتدفار بداية العام المقبل بليلي مجددا تشهد شبكات التواصل الاجتماعي حملة انتقاضات واسعة للنجم يوسف بليلي بسبب المستويات الضعيفة التي قدمها في الشوط الأول من المواجهة أمام النيجر وتعمده عدم تمرير الكرة لزميله أندي دولر ولم تتردد بعض الأطراف في اتهام نجم الجاكاسيو بالتأمر على أندي دولر من خلال تعمد حرمانه من الكرة وذلك بهدف الدفع مدربي جمال بالماضي لإخراجه والدفع ببغداد بونجاح عوضا منه وينحضر بليلي بونجاح من نفس المدينة وهران كما يرتبطان بعلاقة بصداقة قوية خارج الملعب بجانب احترافهما معا في الدوري التونسي ومن بعدها في الدوري القطري ويجدر التذكير لأن أداء بليلي أمام النيجر شهد نقلة نوعية في الشوت الثاني مع إقحام صديقه بالنجاح وهو أثار موجة كبيرة في الشكوك لدجماهير الجزائر اتهامات خطيرة لم يتردد مناصر الخضر في توجيه اتهامات خطيرة لويوسف بليلي بالتأمر على أندي دولر كما تبرزه المختطفات في تغليدات مواقع التواصل الاجتماعي بأن بليلي شوت كامل لسفر تمريرة جيدة باتجاه دولار الشوت الثاني متوقف عن التوزيع حصرا تجاه بونجاح حقية الحومة اتصلت المنتخب إلى ما هو عليه يفوز بشق الأنفس على النيجر طبعا هذه التعليقات بدأت تصدق شعاية أن بليلي وبونجاح له يتحدثون مع دولار له يتحدثون مع دولار وبليلي الشوت الأول ولا تمريرة لا دولار طبعا هذه جميع مواقع تواصل الاجتماع لبعض التعليقاتهم ما رأيكم أنتو أنتظاركم وتعلاقتكم تحت هذا الفيديو تحي الجزائر وأهل الجزائر وتحي عمي تابون اشتركوا في القناة